نعم والبنت الدعية نعم والبنت الدعية ليست محرما والابن الدعي ليس محرما بالنسبة إلى زوجة الإنسان وزوجته لا تكون محرما بالنسبة إليه فإن طلق الابن الدعي زوجته فللإنسان أن يتزوجها بعده لأنها امرأة أجنبية لكل ما للكلمة من معنى وهي ليست من المحارم يقول تعالى وما جعل أدعياكم أبناء ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وعندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبق الأمر الأول وهو التزاوج بين الأشراف والضعفاء فإنه أراد أن يطبقه على أي شيء أقرب الناس على عشيرته الأقربين فذهب عند زينب بنت جحش بنت عمته وخطبها لأي شيء لزيت ابن حارثة غلامه ودعيه الذي كان بالأمس عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو يتزوج فعلا من امرأة لها شأنها نسبا وجمالا ولا يطمع في أمثالها إلا السادة الأشراف ولكن عز ذلك على زينب كما جاء في التفسير عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب لزيد ابن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا فأنزل الله تعالى هذه الآية أي الإرادة الرسول إرادة الرسول مقدمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم وأيضا أنه آخر الآية من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الآية فقد ظل ظلالا مبينة في ضوء هذا الأمر الولائي للرسول صلى الله عليه وآله ماذا تقدمت إرادة الرسول وإن كرهت زينب ذلك لكن إرادة الرسول مقدمة قبلت زينب بالزواج من زيد وأصبحت زوج له غير إن هذا الزواج لم يكن مقرورا بالهدوء مقرونا بالهدوء والسكينة والطمأنينة إذ كانت زينب ترى في نفسها الشرف والعظمة مثل هذا الزواج لا يستقر أبدا إذا لم يكن على محبة ومودة و انسجام لا يمكن هذه إنشاء الطبقية في نفسها الشرف والعظمة وترى زوجها غلاما معتوقا لابن خالها من هو هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم لابن خالها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تفاقم الوضع وتأزمت الحياة حتى بلغ الأمر درجة نفوذ الصبر ونفذ صبر زيد وشرع بالتعب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وقال له لا طاقة لي على العيش مع زينب فأذن لي بطلاقها إذن صار الزواج وطال حق فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وطلقها وهنا كلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبق ذلك الحكم الثاني وهو إلغاء الآثار المترتبة على التبني فبدأ بنفسه في المرحلة الأولى إذ أمر بزواج زينب امرأة ماذا؟ امرأة زيد ليضع للناس عمليا إن زوجة الدعي ليست من المحارم وإن زواجها ليس فيه إشكال تزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء؟ زينب بأمر من الله مع خشيته أي الناس وذلك رفعا لهذه البدعة الجاهلية نفذ هذا الحكم بحمد الله ولم تعد تلك الآثار لابن الحقيقي مترتبة على الابن بالتبني أما الروايات الدالة على الولاية التشريعية فهي فوق حد الإحصاء من أراد ذلك فليراجع زيارة الجامعة الكبيرة المروية بسند صحيح وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه و المراد من المولاه هو الأولى بالتصرف و الحاصل إنه لا شبهة في ولايتهم و استقلالهم في التصرف بأموال الناس و أنفسهم فتوهم كون السيرة على خلاف ذلك و إن الأيمة لم يأخذوا أموال الناس بغير المعاملات المتعارفة بينهم فلا يجوز ذلك و ذلك من جهة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن في ذلك الزمن السابق متمكنا من عمل القوانين بالإمامة بل كانوا تحت استار التقية بل حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من الموارد لم يفعل ذلك لأجل المصلحة و عدم الاحتياج إلى المال إلى مال الناس فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولاية فمقتضى ولايتهم التشريعية هي وجوب إطاعتهم أما الولاية التكوينة فهي عبارة انظر ما هي الولاية التكوينة فهي عبارة عن تسخير الكائنات الإمكانية تحت إرادة أولياء الله تعالى ومشيئتهم بحيث تصير في طاعتهم واختيارهم وينفذ أمرهم فيها بينما